وإحنا اتفقنا من أول الحلقة نرجع بقى للكلام الجد أول الحلقة النهاردة إحنا متفقين إنو الحديث عن نتيجة السنوية العامة ماينفعش يبقى بالرعب اللي كان بيحصل فينا أنا فاكرة جداً كان بيحصل فينا إيه وفي الأجيال اللي قابلنا واللي قابلنا السنوية العامة قعدت لها كده بتاع عشرين سنة متهالي كده رعب رعب شديد لكل الناس وإحساس وعلق الزجاجة وتحديد المصير أنا وحضراتكم وكل الناس عارفين الكلام ده في الحياة العملية لم يتحقق ولم يحدث خوفونا كده بس من شبح كبير اسمه السنوية العامة لكن الأجيال الجديدة عرفة وفهمة لكن خلونا نفكر بعض ونأكد بعض نأكد على بعض إن السنوية العامة هي مجرد خطوة مهمة في الحياة لكنها مش كل الحياة ولا ربع الحياة بمناسبة كلامنا عن نتيجة السنوية العامة وسؤالنا الكبير اللي بدأنا فيه في بداية الحلقة هو نتيجة السنوية العامة إمتى النهاردة أو في الدقائق اللي فات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اعتمد نتيجة السنوية العامة للعامة الدراسي 2021-2022 الوزارة أعلنت أنه غدا السبت في تمام الساعة العشرة صباحا سيتم الإعلان من خلال الصفحة رسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك عن نتيجة السنوية العامة هم كتبوا كده أنه يوم السبت الساعة عشرة صباحا هيبقى فيه التفاصيل والإحصائيات الإعلان بتاع يوم السبت ده بيبقى مع وزير التربية والتعليم بيتكلم عن العشرة الأوائل مثلا أو بيقول عشرة الأوائل أو يقول اللوجستيات القادمة بقى والإعلان عن النتيجة في الغالب بيبقى بعدها بيوم 24 ساعة بتبقى النتيجة موجودة عبر مواقع الرسمية اللي بتعلن النتيجة ربنا معاكم تحمسوا تفائلوا استعدوا لكل السيناريوهات أنا بحب جدا التدريب ده أنه لما بقى مستني حاجة صعبة قوي ونفسي فيها جدا وطبعا كل الطلبة نفسهم في أعلى الدرجات لازم الواحد كمان يهيئ نفسه لكل السيناريوهات لو جبت كل اللي بتمنى هعمل إيه ولو جبت أقل شوية هعمل إيه ولو جبت نص ونص هعمل إيه فكرة السيناريوهات البديلة بتهون علينا وبتخلينا مستعدين وجهزين لكل حاجة وبالتالي لما تيجي الأحسن ننبسط لو جيه حاجة أقل شوية نبقى كمان عندنا فكرة هنعمل إيه وهنصرف إزاي كل التوفيق لكل الطلبة اللي منتظرين نتجتهم غدا